السلام عليكم هقولكم النهاردة على طريقتي الخطيرة في الفطير المشالتة الطريقة اللي بتخليه مورقة جدا وهيكون معانا كمان اجمل من الجاهز بدون من نفرده خالص بأينا الشابة ولا نتعب نفسنا خالص بحكاية الفرد دي الطرق القديمة دي نسوها وانا بقولكو ان انتو هتكلوا قطعم واحلى فطير ممكن تكلوا في حياتكو اصلا زي ما انتو شايفين طبعا بيتحدث عن نفسه وهقولكو كمان على طريقة التسوية المزبوطة جدا اللي اتطلع معانا الفطير طري جدا في منطقة التروى كده زي ما انتو شايفين تعالوا نبدأ بأصفتنا وتنسوش تعملوا لايك وشير كتير في كل حتة عشان غيركم يستفيد وكمان وصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات طبعا لو شايفين ان الفيديو يستاهل واشتاركوا كمان في القناة فعالوا الجرس وتعالوا بقى نبدأ على طول اول حاجة كده انا استخدمت كيلو من الدقيق نوع الدقيق في الفطير المشالتة لازم نركز عليه قوي يا جماعة لازم نجيب دقيق قوي يعني وانتو بتشيروا دقيق تركزوا في النقطة دي بيبقى مكتوب على الكيس كده وراء اني نسبة استخراج دقيق 75% و73% لو اقل من كده فمش هيكون مظبوط خالص هنا عندي كيلو دقيق حطت عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقة ممسوحة كده من الملح يعني تقريبا 5 جرام يعني تقريبا معلقة صغيرة من الملح وهيكون جنبنا 3 كبيات من الميا ننزل بيهم بالتدريج يعني ننزل كده بالميا ونعجن عشان ممكن نوع دي ما ياخدش كل كمية الميا دي ونعجن كويس جدا طبعا الميا دي من الحنفية او من الفلتر ولا هي دافية ولا اي حاجة من الكلام ده ونعجن بيها كده على طول اهم حاجة ان العجينة دي بتحتاج عجن كويس جدا طب فيه ناس بتشتكي ان هي مهما تعجن ما بتوصلش بالمرونة بتاعة العجينة اللي احنا بنشوفها مثلا عند الفطاطر او كده فان هقولكو على الطريقة المزبوطة السهلة بقى ان احنا المفوض ان احنا نفضل نعجن في العجينة دي اكتر من نص ساعة علشان توصل معانا بانها ما تكونش خشنة كده زي ما انتو شايفين فعلشان نوصل الناتجة دي احنا بنعجنها بس بنلمها كده شوية بنعجن فيها تقريبا يعني ديئتين ولا حاجة وبعد كده بنسيبها شوية بنسيبها تريح نص ساعة وبعد نص ساعة ببتدي ان انا اعجن هحس بقى ان هي عجنها سهل جدا ابتدت انها تكون مططية فالعجن بالنسبة لي هيكون اسهل وهلاقي ان هي بتوصل للقوام ده اللي احنا عايزينه بكل بساطة وسهولة وزي ما انتو شايفين اظن واضح جدا قدامكم قد ايه بقت هي لينة كده ومرنة جدا معايا هنفضل نعجن فيها كمان لمدة ديئتين وبس كده بتكون مدة العجن خلاص انتهت نغطيها وانتبها ترتاح من ساعة لتلات ساعات لو حابين كمان انها تتسايب اكتر من كده كل ما هتسبوها اكتر كل ما هتكون فردها سهل جدا يعني انتو كمان لو حابين انتو تعجنوها بالليل وتشتغلوا فيها الصبح برضو هتكون احسن بكتير واسهل بكتير هنا انا ستتها تقريبا اربع ساعات وانطلعها بقى ونقطعها كده كرات قد بعضها علشان يعني على قد من اقدار تكون الفطاير قد بعضها هقطعها كده بالشكل ده عايز اقولكو ان طريقة العجن اللي احنا عجلناها دي بتوفر علينا ان احنا ما نعجنش كتير يعني احنا لازم نوصل بالقوام ده اللي انتو شفتوه لو احنا قعدنا نعجن علشان نوصله فمش هيكون أقل من 15 دقيقة او 20 دقيقة فطريقة العجن اللي احنا عجلناها النهاردة هتسهل عليكم كتير قوي وهتديكم نتيجة احسن من الطرق القديمة بكتير جدا يا جماعة بجد انا ما كنتش بعملها زمان اما جربتها الطريقة دي بقت سهل عليك كتير ان احنا يعني نعجن العجين على مرتين نعجنها شوية دقيقتين والرياحة نصف ساعة ونعجنها دقيقتين تاني هنكون وصلنا للنتيجة المطلوبة هنا بقى حاخد بقى كل الكرات دي وجبت صينية مدهونة زبدة الزبدة اللينا استخدمتها النهاردة زبدة بلدي انتو بقى الزبدة اللي انتو حبينها ولتفضلوها استخدموها بس انا عايز اقولكو ابعدوا عن اي منتجات مصنعة في الدهون بالذات حتلاقوها لقدر الله ممكن تبغوز الشريم بعد كده فانتو حاولوا انتو حتى لو بتستخدموها قبلوا الاستخدام شوية واستخدموا الطبيعي برضو الطبيعي طبعا بيكون طعمه احلى وبخصوصا في الفطير المشالتت يعني لا يقارن لا يقارن باي نوع زبدة تاني اللي هي زبدة المصنعة ولو اضطريتوا انتو تستخدموا الزبدة المصنعة اللي هي النباتية حاولوا ان انتو تختاروا نوع مكتوب عليه غير مهدرك يعني اقل ضرر هنا طبعا الكراط بعد ما دهنتها كويس جدا كده وغلبتها بالزبدة انا سبتها ترتاح ساعة علشان تكون سهلة في الفرد وجبت بقى 350 جرام من الزبدة البلدي بس انا مستطيع انتوامش كلهم يعني سألت بقى انتفاض منها شوية يعني ممكن نقول كده ان الكيلو ممكن يكفيه ربع كيلو بس طبعا سياحوا زبدة بزيادة علشان ممكن تحتاجوا اكتر ولا حاجة وانتو بتفردو بصوا بقى علشان العجين مرتاح مش هنستخدم اي ادوات يا جماعة خالص خدت الكورة كده وفردتها على طول اهم حاجة ان احنا نحط تحتها كده شوية من الزبدة علشان تجري معانا كده بتتفرد بكل بساطة وسهولة لو العجين نوعه مش كويس ومش معجون كويس عمره ما يتفرد معاكم بكل البساطة دي هتلاقوه مطاطي جدا شايفين لو نوع دي مش قوي فهتلاقوه بيتقطع منكم بطريقة عجيبة هتلاقوه كل ما بتفرده وبتمسكوا العجينة كده بتتقطع منكم احنا افضل بقى نفرد على قد ما نقدر كل ما بنفرد الفطير اكتر كل ما بيكون طعمه احلى هي مش محتاجة الكورات ان احنا نغرقها زبدة علشان هي اصلا مدهونة بزبدة ومتشبعة بالدهون فاحنا نحاول كده ان احنا لو لقينا مكان في زبدة قريلة فبنزود كده بالفرشة احلى حاجة بالفطير ده ان هو بيكون خفيف جدا عند الفطير المعمول بسامنة لو حابين برضو ان انتوا تعملوا بسامنة تقدروا تعملوا بسامنة عادي خالص يعني اللي عندكم متوفر استخدموه بس هو بالزبدة حاجة تانية خالص يعني اجمل بكتير جدا اللي مجربوهوش بالزبدة فيتو كتير قوي يا جماعة شايفين طبعا بيتفرد لدرجة ان هو شفاف حدهن بقى دهنة بسيطة كده بالفرشة دهنة بسيطة من الزبدة وانطبقها كده انا اول واحد طبقتها وخليتها على جمع وبعد كده هنحط الاولنية في التانية كده وانطبق بالشكل ده شايفين الطريقة بتاعت ان احنا ندهن الكرات كده من البداية كلها زبدة بتخلينا ما نستخدمش زبدة كتير وبتكون الطبقات مش غرقانة من الزبدة كده هنفرد بقى التالتة كويس جدا كده وانطبق هنا بسيط من الزبدة وانطبقها وهنحطها برضو على جنب الطريقة دي بقى هتخليكم تعملوا حتى لو انتوا عايزين تعملوا عشر كرات في قلب بعض علشان تعملوا في طاير ضخمة فتقدروا تعملوا كده اهم حاجة ان هي طريقة بسيطة وسهلة جدا واي حد يقدر يعملها بعد كده هنضمها كده على بعض وحنرياحها كده جنبنا لغاية ما نعمل واحدة كمان الفطيرة دي تقريبا حطت فيها 6 كرات اعملوا بقى الحجم اللي انتوا تحبوه كل ما هتزاودوا كرات اكتر كل ما الفطيرة هتكون اكبر تعالوا بقى نعمل واحدة تانية وهنفردها بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين بصوا هنا مقفلتهاش كده زي الفطيرة الاونية انا يدوب بس كده دخلت الاطراف جوه بالطريقة البسيطة دي يعني الطريقتين كويسين بس دي اسهل ان احنا ما نقفلهمش على بعض في الاخر نقفلها زي الظرف يعني الفطيرة نعملها كده بالطريقة دي وهتكون تمام جدا برضو دلوقتي بقى لازم نريحهم شوية كده علشان نعرف ان احنا نفردهم في الصينية بكل سهولة جبت بقى الصينية مدهونة من نفس الزبدة وده هنتهى برضو من فوق كده بشوية من الزبدة وهبتدي ان انا افردها ماينفعش خالص بعد منفردها في الصينية ان احنا ندخلها تتخبز على طول هتلاقوا الفطيرة جوه الفرن كرشت معانا فانا بسيبها برضو تقريبا كده عشر دقايق لغاية ما بفرد فطيرة تانية ولا حاجة وبعد كده بتسخنوا الفرن كويس جدا لمدة عشر دقايق على درجة حرارة عالية جدا وهندخل الصينية في الرفو الوسطاني وهنشغل الفرن تحت بس وهنخلي الشوية على هادي جدا وهنتابع الفطير اول باول كده مش هياخد اكتر من عشر دقايق لو الفطير المشالت تطول في الفرن عن عشر دقايق هتلاقوه ناشف معاكم وبيشد كده وطعمه مش هيكون حلوة خالص ودي الطريقة المزبوطة للتسوية الناس بقى اللي بتحب الفطير المشالت تيكون طري جدا كده ما يكونش فيه حتة مقرمشة خالص انتو اول ما يطلع من الفرن غطوها على طول يا اما تغطو الصينية اللي مخبوزة فيها بغطها حلة يا اما تغطوها بورق فويل اهم حاجة ان انتو بتكتموا البخار على طول علشان تكون الفطيرة طري جدا عملت من الكيلو اربع فطيرات زي ما انتو شايفين طبعا من شكلهم باين قد ايه الفطير ده مورق وحلو جدا والشكل باين ان هو زي الجاهز بالزبط بس الطعم بقى طبعا احلى بكتير انا متأكد ان اي حد هيجرب اصلا الفطير بالطريقة دي مش هيقدر ان هو يأكل الجاهز تاني اصلا هتلاقوه في البيت اجمل واحلى شايفين الطبقات قد ايه خفيفة؟ كل ما الفطير المشالت الطبقاته بتكون خفيفة كده كل ما بيكون طعمه احلى بكتير يعني انا بشوف ناس كتير بتعمل الطبقات تخينة كده ما بيكونش حلو خالص كل ما بتفردوه اكتر كل ما هيكون طعمه احلى وطبعا طريقة النهاردة هتخلي اي حد ما يترددش لحظة في انه يعمله في البيت انتو بقى تنسوا الطرق القديمة بتاعت فرد الفطير المشالت تبديه وان الشابة دي وتعملوا بقى الطريقة دي اسهل ما يمكن هتخليكم تقعوا في غرام الفطير كده وتعملوه ديما من كتر جماله وحلوته شايفين يا جماعة قد اطاري شايفين الطبقات خفيفة ازاي وشفافة اصلا وفي نفس الوقت طرية جدا وطعمه بقى مش عايز اقولكو جربوه بقى وحكومه بنفسكو وبس كده وصفتي خلص النهاردة لو وصلت لغاية هنا ولسه ما عملتوش لايك فعملوا لايك حالا واشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد ودمتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة